وهل اتخاذ الخاتم سنة أم لا أم أنه سنة للزعماء أم أنه سنة للجميع أم أنه مباح أقوال بين أهل العلم الأقرب من أقوال العلماء أن اتخاذ الخاتم ليس بسنة والدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصيحين لم يتخذ الخاتم أول أمره وإنما لما قيل له إن الملوك لا تقبل كتابا إلا بختم اتخذه صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتقل هذا الخاتم إلى أبي بكر ثم إلى عمر ثم إلى عثمان حتى سقط من معيقيب الذي كان يلي هذا الخاتم ويتولى شأنه سقط في بئر بالمدينة ولعل سقوط هذا الخاتم في عهد عثمان يدل على نزع الخلافة من عثمان رضي الله عنه